التقى محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بن مكلة فريق وحدة التنسيق لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمحافظة برئاسة مشرف الوحدة عبد العزيز بوزير وخلال اللقاء تم إطلاع المحافظة على مشاريع مركز الملك سلمان وتدخلاته الإنسانية المنفذة في المحافظة والتي تشمل مشاريع الأمن الغذائي والإيواء والمشاريع الصحية والإصحاح البيئي والبياة ومشاريع الدعم المجتمعي التعليبية والتدريبية وتحسين سبل العيش والحماية ومشاريع إعادة التأهيل كما تم مناقشة بعض التدخلات الإنسانية النوعية التي تحتاجها المحافظة والتي ستسهم في التخفيف عن أبناء حضر موت ودعم مرحلة التعافي لدراستها وإمكانية تنفيذها من قبل المركز ترجمة نانسي قنقر